في السابع عشر من نيسان عام 1988 تمكن الجيش العراقي من تحرير شبه جزيرة الفاو وطرد القطعات الإيرانية بعد ان احتلتها الأخيرة في العشرين من آذار عام 1986 ابان حرب الخليج الأولى واستعاد العراق بذلك من فذه المائي على الخليج العربي بعد سنتين من احتلاله معركة تحرير الفاو انتهت بهجوم كبير شارك فيه الفيلق السابع في الجيش العراقي السابق وقوات الحرس الجمهوري وفرقتان مدرعتان وفرقة للمشات لتحقق القوات العراقية المهاجمة نصرا وتكبد القوات الإيرانية الموجودة في الفاو خسائر كبيرة في الأرواح وتأسر عددا كبيرا من الجنود الإيرانيين خلال 35 ساعة فقط المعركة الحاضرة في ذاكرة العراقيين والمؤلمة في سجل الإيرانيين كانت من بين أبرز الأسباب التي دفعت طهران أنذاك للقبول بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي وفي ذكرى الثلاثين لتحرير شبه جزيرة الفاو ثمت من يؤكد أن المعركة كانت واحدة من الملاحم الكبرى التي خاضها الجيش العراقي الذي تم تفكيكه على يد الاحتلال الأمريكي عام 2003 منفذا بذلك حلم إيران وآخذا بثأرها لهذه المعركة ولمعارك أخرى شكل الجيش العراقي حينها خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي في وجه أطماع إيران يوم كانت مجرد أحلام شكل الجيش العراقي حينها شكل الجيش العراقي حينها شكل الجيش العراقي حينها